هي معظمها طيب سواء كانت السبين او الليمف نود بنقسمهم حاجة حاجات بنين او نون ماليجن النون ماليجن في حاجات هيمتولوجيك بتحط هيمتولوجيك ليه لوحدها لانه معظم الاسباب اللي بنشوفها حاجات هيمتولوجيك بالفعل الانفكشنز ثمرة تلاية الانفلاميشن اما رباها حاجات سبوراديك بفضطها تحت امون ازرس يبدأ اما ماليجن اما ماليجن اما حاجات بيناين هيمتولوجيكال بزيز انفكشواس انفلماتوري او ايه ازرس بزيز طيب الماليجن كوزوس سبرينا ميجاني مرا واحد كل الهيمتولوجيكال ماليجن طيب الليمفو proliferative disorder اكيوت او كرونيك اكيوت اللي زي اكيوت لينفو بلاستي الكرونيك سي او من هودجيكال والهودجيكال ديزيز او الهيري سيد لوكيميا هيري سيد لوكيميا ما ننساش الهيري سيد لوكيميا ان احنا لما نيجي نقول او سبرينا لازم نقول الاي الاي الهيري سيلوكيميا ويحب ويسمعوا قوي على الهيري سيلوكيميا واحنا بننساها كتير الناس كلها تنسا دايما تقول هيري سيلوكيميا نفتكر الاخيوت الال الهودجيكال الهودجيكال وبننسا الهيري سيل لوكيميا مع انهم بيبقوا مستنين يسمعوا ايه الكلمة الهيري سيل هري سيل لوكيميا طيب يبقى الماليجنانت كوزوس أوف سبرين وميجال يوجولي الهيماتولوجيكال ايوجولي الهيماتولوجيكال طيب النال ماليجنانت نمرة واحد حدث الهيماتولوجيكال ديزيز زي الكرونيك هيموليك قنيميا زي ما ايه شرحنا نمرة اتنين الورم أوتوينيون هيموليتك أنيميا تمام دولة اكتر سرابية بكل تفاصيلها اللي هو الحاجات اللي فيها اكسترا لازم بيبقى معهم الابنورمال سيلس الورم أوتوينيون هيموليتك أنيميا وصم مجالو بلاستيك أنيميا مجالو بلاستيك مجالو بلاستيك مش معنى مجالو بلاستيك أنيميا وانا مجالو بلاستيك أنيميا بيطلع فيها ايه الام سي دي عالي ماكرو سايتونز بيحصل وصم بس بس ايه? ليتل امامونت او فيلي سمول امامونت او سيركوليتين ماكروسايتز تبقى دسترويت في الايه? في السبين. عشان كده صم مجالو بلاستيك انيميا مش كل عينين مجالو بلاستيك انيميا بنلاقي معهم سبين ومجالي بس لو لقينا سبين ومجالي مع عينة مجالو بلاستيك انيميا ما يستغربش. تمام? يبقى نمرة واحد كرونيك يوموريتك انيميا. نمرة ثلاثة صم مجالو بلاستيك انيميا لو قل لك ليه? قل لك عشان بتقوله عشان الماكروسايتز. تمام? او المجالو بلاستز او السيلز اللي حجمها كبير بتتكسر في حتتين. على مستوى البول مارو بنقول عليها الانيفكتف وعلى مستوى السبين لانها ابنورمال سيلز. فصم افزا سيلز تبقى دسترويت في السبين فيعمل لي سبين ومجالي. but not all patients with مجالو بلاستيك انيميا هاز. طيب. نمرة واحد الهيماتولوجيكال ديزيز. الهيماتولوجيكال ديزيز. نمرة اتنين الانفكشن. اهم انفكشنز تعمل لنا ولازم نبدأ بيها البايرل. كل اللي بنعرفها تعمل لنا هباتو سكرينوميجالي او تعمل لنا سكرينوميجالي او تعمل لنا جنرالايز لنفدنوباسي الفيرول هباتايتس. هباتايتس اي هباتايتس بي. فيروس هباتايتس سي. فيروس ال HIV. بتعمل الري اكتف جنرالايز لنفدنوباسي. زي اده الكمن سيتوميجالو فيروس. والإبشتاين بور. الإبشتاين بور فيروس. تمام؟ يبقى الكمن انفكشو اسكوز. فيروس. نمرة اتنين يجي بعدهم البكتيريا. الاسبلين ده جزء من الريتكول انتينيز السيستم او الليمفوكروليفراتي السيستم او الليمفويد سيستم آسد. فبيعلى ري اكتف لأي ايه؟ سبسس. نمرة اتنين زي من السبسس الانفكتب الليوكارديتس. طيب التي بي. لو نقول عليه المايكوباكتيريا. نمرة ثلاثة التيفويد. لو بيعمل لي حاجة اللي اسمها جاست بالبابل. جاست بالبابل سبيلوميجالي. نمرة ربعة المالاريين. تمام؟ فالبكتيريا مش كومن ان احنا نشوفها. انما الفيرال انفكتشو مشاب كتير. الا والبي والسي والاتش آي بي. السيتيوميجالو بشتاين بور. طيب البكتيريا نقول السبسيز انفكتب اندوكارديتس. المايكوباكتيريا زي التي بي. التيفويد. الميلاريا. تمام؟ دول اكتر كومن بكتيريا. تعمل للايه? تعمل للا. طيب. نمرة ثلاثة الانفلاماتوري. انفلاماتوري نقص بها الكوليجين ديزيز. زي الروماتوري أرثريتس. والسيستيمة لوبوس. لما لايه عيان روماتوري أرثريتس. ومعها سبلينوميجالي. ومعها تان سايتوبينيا. ده بتسايل كتير. وبيجي امسكيو. عيان روماتوري تس. روماتوري تس. روماتوري تس. معها سبلينوميجالي. بان سايتوبينيا. فلتي سندروم. التريتمينج بتاع فلتي سندروم بيتس. سبيناكتومي. لو العيان سبيناكتومي. يبقى اللودوزستيرويد. مع كنترولينج الروماتوري أرثريتس. مع كنترولينج الروماتوري ايه أرثريتس. تمام؟ يبقى الروماتوري ده جزء من hyprasperenism. Chosen hyperasperenism. معها specifically. والSystemic Lupus. بيما معها spleen. وبمعها كمان اه? Lymph performs. يبقى احنا قلنا newly谢谢chool hi concretical malad deficiency. Non malignation . كرونك هيموليتك أنيميا وورموتويمين هيموليتك أنيميا صمي جلو براستيك أنيميا الانفكشوس موستيفايرل المرة 2 بكتيريال الانفلاماتوري روماتوري الأرثريتس والمهم المهم فيلتي سندروم نمرة 4 للأزرز زي السفكويدوزس معلش حاليك التريتمينت لو ريفيوز السفينيكتو لو دوز استيرويد نمرة 1 نمرة 2 لذين treatment of rheumatoid arthritis أو controlling the rheumatoid arthritis تمام طيب الأزرز السفكويدوز الأميويدوز نمرة 3 البرتالة سواء كان البرتالة البرتالة سواء كان البرتالة سواء كان أو سواء كان ديوتو سيرروزس يبقى الساركويدوزس العميلويدوزس البرابطال هايبرتنشن ديوتو البرابطال فايبروزس في العينين بالهرزيال أو العينين الإيه السيروتك السيروتك ليفر ليفر ديزيز تمام؟ يبقى ده لما يقولي ما يقولي ديفرانشال دياجنوز أو لو دخلنا على عيان إذا كرونيك يمولدك أميميا سلاسينيا عليها سبين لازم حيث ألنى السؤال ده DIFFERENTIAL DIOGNOSIS OF SPRENOMEGILL ولو شاير الاسبين حقولك إيه الإفاكتو اسبرينو الإيفاكتو اسبرينو ايه الإفاكتو على التريفرات بلود أيه الإفاكتو اللي تقولها العين على التريفرات بلود يعني بكل الأحوال لازم نعرف إليه المشاكل بتاعت الإيه الطيب القوزيس يعني ايه يعني في ناس في عندها دايما لما نعمل بنبدأ من تمشي العشان كده بنبدأ من راية الايخ بوسية ودافق واول ما لقى يبقى انا انا بقول عليه ايه ماسيف سبينيوميجري او هيوج سبينيوميجري ده الديفرنجل دياجنوز بتاعه مهم جدا انا برضو لازم لازم اقولها في الهيمتروجيكا الماليجنانسي انا قلنا في الماليجنانسي معظم الهيمتروجيكا الماليجنانسي بتعمل سبينيوميجري قلنا الليمفو برويفراتيب بزقور دا نمرة اثنين الميلو برويفراتيب نيو بلازم بس دايما البرزنتيش متاع الميلو برويفراتيب نيو بلازم بيبقى الهيوج سبينيوميجري زي البروتوطايب سيميل بوليس هاسينية روبرا فيرر الميلوفيروزز مفيش بريماري ميلوفيروزز وزاوت سبينيوميجري يعني لما اقول دياجنوزز عيان ميلوفيروزز 밀 gravity معقول ان العيانب كليمري ميلوفيروزز لازم بيبقى معها العيان ايه في سبينيوميجري نمرة تلا نمرة اربعة ونا السيني還 بوليس هاسينية الميّبارة ميروفيروزز الـ Essential Thromocytosis في الأول بيبقى فيه سبليل. سبليل مجللل بس ما كدبش عليك بيبقى مائلل. وبعد كده بيحصل له ايه? أوتو سبليل مجلل. يبقى الـ Essential Thromocytosis Early in the Disease. ليه? لأنه لما بيجيش رحل الـ Essential Thromocytosis هقولك فيه.. دي بتبقى part من الايه? من الميلو فيبروزيس كومن لي. من امرأ واحد من امرأ اتنين. بتبقى تبقى فيها تمام? وبعد كده بيبقى ده بيبقى فيها جزء منها بيبقى بيبقى ميلد. بيبقى ايه? بيبقى ميلد. بيبقى فيه تمام? اللي هو هنقوله كمان شوية اسمه بيبقى معها بس بعد كده مع الماركد ايكريز في البليتلت كون بيحصل زي السيكل سيل بيزيز بيبقى شفيها ايه? شفيها سبيل? يبقى الميلو بروليفراتيو بنيو بلازم سبيشيلي كرونيك ميلويد بيكيميا البوليسيا سيميا روبرا فيرا الميلو الميلو فيبروزيس وإيرلي السينشيال سروموسايتوس دي عمللي هيوش سبيلوميجالي سبيشيلي التلاتة الاوليين. سي ام ال بوليسيا سيميا روبرا او البوليسيا سيميا فيرا والميلو فيبروزيس. نمرة اتنين الليمفو بروليفراتيو بزوردر زي ما قلناها من شوية بتعمللي هيوش سبيلوميجالي. نمرة تقلاتة. بورتال هايبرتينشن ساو كان بريبورتال فيبروزيس او سيروتك ليبر. نمرة اربعة. ما نساشي يا جماعة لما نقول الليمفو بروليفراتيو باقوله الأكيو تليف بلاستيك. الكرونيك الليمفو سيتك. الهرجيكن ونانهرجيكن والهيري سيلوكيميا. هيري سيلوكيميا كمان تريديشن اونلي سبيلوميجالي. لا مش سبيلوميجالي. ما سيف. او هيري سبيلوميجالي. طيب. نمرة اربعة. كرونيك هيموليتك أنيميا. سبيشيالي ثلاثيميا. الميجور. نمرة خمسة. الفيسرى الليشمانيازوس. نمرة ستة. الكرونيك مالاريا. نمرة سبعة. الانفلتراتيو بزيز زي جوتشر ديزيز. نقولهم تاني. الميليو بروفراتيو بلاستيك. الليمفو بروفراتيو ديزوردر. الهيري سيلوكيميا. مهم جدا. لو هتنسى الهيري سيلوكيميا في الليمفو بروفراتيو ديزوردر. حطها سبب لوحدها في اليوجي سبيلوميجالي. بورتال هايبرتانشن. كرونيك هيموليتك أنيميا. كرونيك مالاريا. ذي السرى الليشمانيازوس اللي بيقود عليها الكلة أزار. والجوتشر ديزيز. أول ما تقول جوتشر ديزيز والدكتور عصام عبد الواحد قاعد حيقولك. إزاي تشخصت جوتشر ديزيز؟ هتقوله بلبون مارو تريفاين بايوبسي. هايقولك تلاقس ايه؟ تقوله بوتشر سيلوز. بوتشر سيلوز. هايقولك ايه تريتمنت بتاعه؟ فتقوله في تشيلدرن. بأن ده جزء من을 미تابوليك ديزيز اللي بتحصل أكتر في التشيلدرن. بيبقى فيه defective في الـ certain enzyme اللي هو من الـ inborn error of metabolism فنقوله replacement therapy طب في الـ adult بتقوله sprenectin Goutcher disease ما بيتشافوش كتير يعني احنا شوفنا اتنين عيانين بس الدكتور عصام عنده اكتر من عيان تمام فبيسأل في Goutcher disease معينه uncommon وvery rare نوع شار بس بيسأل فيه هيقول لك تتخص Goutcher disease ازاي تتوقع Goutcher disease ازاي جزء من differential diagnosis بالتاع الـ sprenomegaly زائد buy أو pancytopenia لـ Goutcher disease امرأة واحد sprenomegaly امرأة اتنين buy أو pancytopenia طيب تتخصه ازاي بالبون مارو مر كده ولا كده اي عيان pancytopenia او باي cytopenia لازم حنعملوا بون مارو examination هتلاقي ايه Goutcher self treatment ايه في children غير الـ adult children replacement of the deficient enzyme لو هو في inborn error of metabolism من ليه في الايه في الليبت metabolism فعلا في الـ adult هتقول لي الايه sprenectomy سؤال ده بتسألوش لدكتور عصباب عشان من اكتر واحد شاف عين جوتش تمام كده احنا كده قلنا الايه الـ sprenomegalin والـ massive sprenomegalin في عنوان مهم اسمه الـ hyper sprenism بتسأل كتير hyper sprenism هتقول لك يعني ايه hyper sprenism increase function of the spleen with or without enlargement with or without sprenomegalin تبع increase function of the spleen with or without ايه sprenomegal تمام طيب التreatment بتاع الـ hyper sprenism sprenectomy يجي الدكتور عصام سألك ال-indication دي اسئلته هو totally ال-indication of sprenectomy سواء كان عيان هيمتولوجيك او non-hematologي ده general indication for sprenectomy هتقوله نمر واحد ال-hugely enlarged spleen that affect lifestyle of patient and liable to threoma هايقولك ازاي تعرف انه بي affect lifestyle of the patient نمر واحد abdominal pain نمر اثنين بيقل او بيعمل air لي سطايت abdominal pain اللي سطايت نمر واحد في ال-hugely enlarged spleen ال-indication of sprenectomy usually enlarged spleen usually enlarged spleen امتا lifestyle affect lifestyle of the patient liable to rupture due to a trauma يعني اي affect lifestyle of the patient يعمل abdominal pain او dragging pain و early سطايت عشان بيعمل compression للصطايت يعمل L-s يمكن يعمل نصف و نمر اثنين hyper spleen تعرف ازاي العيان انه hyper spleen pan cytopenia ou bary cytopenia bone marrow hyper cellular bone marrow increase reticulocyte لان hyper spleen بيعتبر جزء من preferral destruction del A st hyper spleen pan cytopenia bone marrow في hyper cellular bone marrow increase reticulocyte تمام يسألك سؤال في العينين chronic hemolytic anemia امتا تعرف ان العين عنده hyper spleen لما يزيد rate of blood transfusion عن ميتين ميتين وخمسين ميلي per kg per year نوع الثاني العينين chronic hemolytic anemia تعرف ازاي ان العين دخل في hyper spleen نزل لما بيزيد الرate of blood transfusion او الني for blood transfusion عن ميتين ميتين وخمسين ميلي per kg per year اكتر اكتر من 200-250 ميلي اكتر من 200-250 m per kg طيب نمرة ثلاثة الحاجات بقى الاجنرال زي التروم عين حدثة مثلا تروم شال شال ايه شال طيب اخر في العينين امتى نعمل ده نمرة نمرة احنا قلنا دي نمرة ثلاثة لا خليها دي نمرة ربعة ونقوم نمرة ثلاثة as a line of treatment في الكرونيك هيموليتك انيميا line of treatment في الكرونيك هيموليتك انيميا اللي هو لو زاد معدل البلوت ترانسفوجين ده في السراسيميا لو زاد معدل البلوت ترانسفوجين عم 200-250 تمام او في العينين لو بالعين بيدخل في سيفير انيميا و بيحصل ده 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 نمرة نمرة واحد نمرة نمرة تلات نمرة 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 لما تشيل العيان بتحط تحت عنوان يقولك نمرة واحدة. نمرة اتنين. سيكل سيل ديزيز. نمرة تلاتة. الاسسينشيل سرموسايتوز. قلنا من شوية. انه لما بيحصل ماركد انكريز. كأنه بالظبط زي السيكل سيل ديزيز. بيحصل اوتو. اوتو سبريناك. نمرة اربعة. سبريناك انفاركشن. زي عينين الفاسكوليتس. او عينين. ايه. السبريناك ارتري اوكلوجين. او العينين الانفكتذ اندوكارديتس. لما بيحصل سيباريشن للترومبس. وطرح تقفل السبريناك ايه. السبريناك ارتري اوكلوجين. ممكن يحصل بيوتو فاسكوليتس. او العينين اللي عندهم سرومبوفيلية. تمام? يبقى سيكل سيل ديزيز. اسسينشيل ثرومبوسايتوز. سبريناك انفاركشن فاسكوليتس. سبريناك ارتري اوكلوجين او الانفكتف او الانفكتف اندوكارديتس. سبب مهم جدا بس ميديكال كوز سيلياك ديزيز. ده بيتقال عليه اوتو ايميون سبريناك. اوتو ايميون سبريناك. تلاقي دايما من عينين السيلياك ديزيز. سبيشيالي الان كنتروي. عندهم سمول سايز سبليم. سمول سايز سبليم. ورقارت تينفكشن بالايه؟ بالانكابسوليتد ارجنز. ورقارت تينفكشن بالانكابسوليتد ارجنز. طيب. يبقى دي الاندكيشن او الكوزوس وف هايبو سبريناكتومي نمرة واحد السكل سيل ديزيز نمرة اتنين السينشيل سينشيل 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 السيطوزوس الانفاركشن أوف السبليين السيليك نحط معهم الايه ال نحط معهم الايه سبريناكتومي سؤال MCQ ايه السيلز اللي بتتشاف في البريفرال لب في العينين اللي عندهم هايبو سبريناكتومي أو أوتو سبريناكتومي والسيلز دي عبارة عن ايه في حاجة اسمها هويل جولي باديز تمام ده نمرة واحد يبقى الهويل ده سؤال MCQ جولي باديز دي عبارة عن ايه DNA remnants كامل مع العينين اللي عندهم هايبو سبريناكتومي أو سبريناكتومي السيلز التانية اللي تبعى موجودة أو الباضيز التانية اللي تبعى موجودة اسمها بابنهايمر بابنهايمر باضيز بابنهايمر باضيز ده عبارة عن سيدراتي جرانيولز لما تعمل iron staining في السيلز لما يحبوا يصعابوا الدنيا في MCQ ويجيبوا الاثنين دول السيلز في الهايبو سبريناكتومي اللي هو الجولي بابنهايمر السيلز الهايبر لبيوليتد أو الهايبر سيجلينتد نيوتروفيلز والسيلز بتاعت الميور ديسبلازيا اللي هي اسمها هايبر لبيوليتد نيوتروفيلز اللي اسمها سودو هجلر سلز سودو هجلر سلز هنقولها في الميور ديسبلازيا بابنهايمر سلز موجودة في الهايبو سبريناز الهايبو لبيوليتد أو السودو السودو هجلر سلز موجودة في الميور الميور ديسبلازيا طيب السؤال اللي اتقل بعد كده ايه الكمان انفكشنز اللي بتيجي في عينين الهايبو سبريناز اللي هي الانكابسوليت الارجانيز اللي هي الاستريبتو كوكس ليموني والهيموفلوس انفلوانزا طيب بي والنيسيريا من الجيتين ديس طيب اكتر واحد كومان فيهم وده سؤال المسي كيو مستريبت مستقل تمام طيب ايه الكمان ارجانيزم بتعمل للعينين اللي عندهم او عشان كده العينين دول بيمشوا على بروفلاكتك اورال بنسلين فور لايف بروفلاكتك اورال بنسلين فور لايف طيب يعني بيمشي على الاموكتك الاموكتك سلم 250 ل500 ميلي جرام اورالي او وعنده او ها او 250 ميلي جرام ميلي جرام بعد ما العيان يبقى يعدي سنة الخمس سنين تعمل ايه? تعمل سبلنكتومي عشان الانسدنس او في ايه انكابسوليتد اورجانيزم والفتاليتي او في ايه? اوف انفكشن. طيب. نتسئل سؤال بعد ايه حضرتك? اموكسسلن. ميتونو خمسين لخمسمائة ميلي جرام اورالي فر دي فور لايف. لو في يبقى احنا بنعمل سبلنكتومي بعد سن من خمس سنين عشان الانفكشن الانكابسوليتد. طيب. اللي بنعملها? احنا قلنا التروفيلاتيك انديبيوتك فور لايف. نمرة اتنين الفاكسين. الفاكسين مندل العيان النيوموكوكل. مندل العيان الهيموفلوس انفلوانزا. بيبقى دايما معاه المينجوكوكل. طيب. النيوموكوكل بيتكرر كل خمس سنين. الهيموفلوس انفلوانزا هي وانس خلاص. وبالمرة العيان بياخد الانفلوانزا. بياخد الانفلوانزا. عشان يقلل الانفلوانزا. وبتبتتاخد كل سنة. خاصة في العيانين. العيانين لما بيجي له او Status. So it's not a plant on the plant. تبت혀 الكثيرى اوidge رأي او معيني. عليا طول بيدخل العياني. داخل العياني Balac셨� 재 Friday, Lyme delayed. out of the state. وما الانفلوانزا starts come to the patient. كنت نعمل Nikita's goal so if you first ethical consultant deferään basic كل دي اسئلة مسكي وشافر. طيب. ما لحق تشتعمل زي مسلا عينين خلاص. خلاص. ما تصبرش على عيان. اكتر من عشان الايه? عشان الانفكشن. تمام? طيب. في سؤال بيتسئل كده الصراحة ببقى سؤال صعب شوية بس ايه? بتسأل مرة كده. ايه هم الهاي رسك جروب في العينين اللي ايه? الاسبريناكتن. الهاي رسك جروب اللي هما بيعرضة للايه? للانكابسولاتي اوغانيزم انفكشن. الهاي رسك جروب. نمرة واحد according to age. يا اقل من ستاشر. يا اكتر من خمسين. نمرة واحد نمرة اتنين due to نمرة تلاتة هاي رسك جروب اللي الواحد ياخد باله منهم او يبقوا ماشيين على التريتمينت اا يعني ايه? good compliance للايه? دي المشاكل بتاعت الاسبرين سواء كان هايبرسبرينازم او هايبرسبرينازم واللي هي بالفعل بتتسأل في الايه في الشافة. دايما دكتور عصامي حب يسأل موضوع السنة ده بتعمل امتى? وليه? والبريكوشن. حب يسأل اسئلة اتحدي موضوع السنة دي المجال. هايب بيسأل على الفاكسين. اللي بيتكرر كل خمس سنين. يقول لي ما بيتخدش تاني. طيب. ندخل على جزء تاني. ابنورماليتس في الايه في الـ في الـ النيتروفيليا واللينفوسيتوزيس واللينفوفينيا. النيتروفيليا والإزينوفيليا والبيزوفيليا دي بتتقي كتير الامسكيون. انا حبدأ بالسؤال اللي بيتسئل في الشافوي كتير كوزس اف لمفو بينيا. دايما في الليجان الشافوي يعني بين وبينكو يعني بيبقى الدكتور عصوام دايما هو اللي بيخد الافرهان في الاسئلة. اول حاجة اسئلته نمرة واحد نمرة اتنين اسئلته ان شاف عينين كتير. طيب اسئلته دايما دايما لها علاقة بالايه باللي شافوا يعني. يحب يسأل الكوزس اف لمفو بينيا. نمرة واحد ستيرويد. نمرة اتنين سيستيم كلوبوس. نمرة تلاتة هوتجيكن ديزيز. نمرة اربعة اتش اي في. دايما واحنا قاعدين دايما يعني يكرر سؤال ده كتير ويبص عالسي بي سي يقول لك فيها الامفوكينيا. فكر في استيرويد. فكر في سيستيمك لوبوس. فكر في الهورجيكن ديزيز. فكر في الايه? في الاتش اي بي. بيعشى السؤال ده. طيب نحط العناوين الكبير. تمام? ونفتكد تحت العناوين الصغير. نمرة واحد اما حاجات related to infection. نمرة اتنين حاجات related to inflammation. نمرة ثلاثة حاجات related to malignancy. نمرة ربعة اتنين حاجات الباكتيريال. باكتيريال. اي باكتيريال. انفلاميشن حاجات اللي تعمللي. النيتروفيلية اول ما نقول كلمة انفلاميشن على طول نفتكر الكونكتف دي شو ديزيز. ايه اللي حاجات اللي تعمل النيتروفيلية? الايه. السيستيمة لوبوس. لنفوكينيا. نتروفيلية. نمرة ثلاثة درماتو ميوسيتس. نمرة ربعة اي تيشو انفركشن. اي تيشو انفركشن عين الامو اي. عين اللي عنده peripheral vasculitis. وعمل انفركشن في التوز والفينجر. اللي عنده نيوتروفيلية. سيستيمة لوبوس. بس كولايتس اي كولوجين دزيز. والاي والتيشو انفركشن. ما بقلش في النيتروفيلية عينين الايه? العينين الروماتويد ارترايز. لان الفلتي سندروم يبقى معاها اللي ايه? بتلاقي كل حاجة قليلة. تمام? فانت راح تقول هنا تفتكر في النيتروفيلية الكولوجين او تيشو بس بداش تقول الروماتويد ارترايز. ما نحبتش نفسنا ايه? زي اتكا اي ممكن يبقى معاه النيتروفيلية. بس كديزيز اتسالف بيعمل لي ايه? كوم الي بيبقى مستهدى بالبان سيكوفينيا. خاصة لو معاها الفلتي. طيب. الماليجنانسي. كل عينينا الماليجنانسي تقريبا بيبقى معاهم الايه النيتروفيلية especially الميلو ده يجرنا الكلمة تتسائل كتير اسمها الليوكو إريثروبلاستيك أنيميا او الليوكو إريثروبلاستيك ريكشن او أنيميا ده سؤال كتير في الشفل ايه هو الليوكو إريثروبلاستيك ريكشن او الليوكو إريثروبلاستيك أنيميا مثل عندك increase في البون مارو activity بيزيد الوائد بلد سلز mostly neutrophilia with او وزاوة platelet زائد أنيميا اسمها لكو إريثروبلاستيك أنيميا او لكو إريثروبلاستيك ايه اللي بيحصل في إريثروبلاستيك ريكشن بيحصل حاجة من اتنين irritation من البون مارو او infiltration عشان ما نتوحش احنا بنتكلم في الايه في النيتروفيلية قلنا infection قلنا inflammation قلنا malignancy اول ما تقول كلمة malignancy especially ما يقوله proliferative neoplasm واي malignancy تاني حيقولك ازاي يعمل المالignancy في النيتروفيلية تقوله في حاجة اسمها لوكو إريثروبلاستيك ريكشن او لوكو إريثروبلاستيك ريكشن بتزيد البون مارو activity بيزيد رؤية بلد سل without a platelet with anemia يقولك وضح لي اكتر هتقوله في سببين للوقو إريثروبلاستيك ريكشن الirritation of bone marrow او الinfiltration of bone marrow الirritation of bone marrow زي عينين الميلو proliferative disorder especially الميلو fibrosis fibrosis deposition of collagen fiber في early myelofibrosis تلاقي بيرمي white blood cells في الperipheral blood mainly neutrophils نمرة اتنين irritation لل bone marrow بالsevere infection زي ال-TB وال-Sypsis المرة ثلاثة irritation لل bone marrow بالهيموليس دولة الثلاثة hematological disease او الثلاثة common causes of irritation of ال-A bone marrow تمام فيه disease تاني يعني ايه اسمه osteopetrosis مش مشكلة osteopetrosis او ال-Paget disease ثلاثة ايه حلق ثلاثة ال-Hemolysis preferal blood hemolysis بيعمل irritation و activity لل bone marrow طيب تعال نفتكر الكلمة بتاعت ال-Hemolysis لما قلنا في عيان الثلاثيمية ال-Basic Investigation CBC CBC بتلاقي فيها لايه يقول ال-Wide Blood Cell Count Increased عيان Microcytic Hypochromic Anemia وال-Platelet Increased يقول لك ليه ال-Wide Blood Cell Count Increased تقول له ال-Wide Blood Cell Count Increased بسبب ال-Preferred Blood Hemolysis طيب ال-Wide Blood Cell Count Increased وضح لي اكتر تقول له دي عبارة عن Mild Increased في ال-Wide Blood Cell Count Mostly Neutrophilia ومعظم السلز عبارة عن نورمو بلاستينيا او نورمو بلاست ليه بان ال-Hemolysis بيعمل Hyperactive Bone Marrow كل ال-Immature Red Blood Cells ما فيها نورمو بلاست و some immature او some increase في ال-Wide Blood Cell Neutrophilia اللي احنا بنقول عليه Irritation ال-Hemolysis Melcosis of Leco-Erystrobastic Reaction تمام الاستيوبتروزيس هقول كلمة عليهم بيتسئلش كتير عشان لو افتكرتها في الامتحان بعبارة اللي هو اسمه Paget Disease ده بيحصل AV Malformation ده هو ال-Bone Marrow AV Malformation ده هو Small Blood Bristle في ال-A في ال-Bone Marrow بيحصل Irritation بيحصل Hyperdynamic Circulation يحصل جوه ال-Bone Marrow يحصل Irritation لل-A ال-Bone Marrow في-Release Early Release Late Osteoprotrusis ده بيبقى زي Myelofibrosis بالضبط ليت يعمل لك إيه Pancyte B يعني لو افتكرتها افتكرها في الآخر خالص بس مهم أقول Myeloproliferative Disorder Specialy Myelofibrosis نمرة اثنين Infection TB والSepsis نمرة ثلاثة ال-A ال-Hemolysis طيب ال-Infiltration بال-Malignancy سواء كان hematologic أو non-hematologic اللي هو الميتاستسلس Hematologic disease كل ال-Hematologic تزيد acute leukemia chronic leukemia lymphoproliferative is order لما تعمل infiltration بيعمل stimulation لل-A لل-White Blood Cells Early كله early إنما في الآخر يعمل مثل infiltration يديك Burmuro Burmuro failure syndrome يبدأ causes of leukearistroblastic anemia أو leukearistroblastic reaction إما irritation إما تبقى في لغة تشافة يقولها بالترتيب ده إما irritation للBurmuro أو infiltration irritation بيحصل في Myelofibrosis Infection Infection like TB or Sepsis Infiltration usually بيبقى malignancy hematological malignancy أو metastasis بال-A solid tumor or metastasis في الصور ايه solid tumor طيب يبقى احنا كده قلنا causes of neutrophilia number 2 السؤال الثاني المهم اللي بتسئل causes of xenophilia نحن حطينا تقسيمة واحدة infections number 2 inflammation number 3 malignancy others طيب معلش حنرجع عشان احنا ايه ما كملناش ال others في neutrophilia neutrophilia ان خرجنا من المalignancy على الايه على اللوكو erysteroblastic على اللوكو erysteroblastic reaction يبقى نقول ال neutrophilia infection bacterial mostly المالتين inflammation system clobus vasculitis التشو infarction دermatomyositis او الميوسيتس الماليجنانسي وطلعنا من الماليجنانسي تقوله كده الماليجنانسي يعمل اللوكو erysteroblastic reaction عشان تاخده الخانة انت ايه تقول فيها اسباب تتكلم فيها كلام حيب طيب ال الآذرز نمر اربعة الآذرز اللي بتعملي neutrophilia ال الآذرز دي مهمة جدا الدراجز يعني بنحط افكانة الآذرز نمر واحد الدراجز المست important drug اللي بيعمل neutrophilia الاستيرويد هيقولك ازاي الاستيرويد تعمل neutrophilia الاستيرويد انها بتعمل demargination او بتقلل demargination على الوال او بتاع البلد دايما الوال بلد 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 بيش ماشية في ال center بتاع البلد ستريم لا دايما على ال مريحة على الوال بتاع البلد ال الاستيرويد بيشيلها من الوال بتاع البلد وينزلها في ال ايه ينزلها في عشان كده يبقى معها neutrophilia ما معها ايه neutrophilia اللي هو اسمه ايه demargination او بيقلل المargination نتريح على الايه على يبقى الستيرويد طيب يعني اهم حاجة ما ننساش كنت استيرويد في ال بعد كده الجاوت الجاوت ممكن نحطه مع ال كجزء من او ممكن نحطه في ال الجاوت قلنا قلنا ال بيعمل ايه بيعمل neutrophilia تمام يبقى دي اسباب neutrophilia اهم حاجة في neutrophilia دايما سؤال neutrophilia بيبقى عايز يجرك فيه للايه الكمن الفيش عن مالرية الاسف الامبيازيس الاسكاريس يعني دول أكتر اثنين الفيلاريازيس البالهاريزيس يعني المهم اقول الامبيازيس او الحاجة المشهورة اللي هو الامبيازيس طيب الانفلم put يحرج ان الانفلاميشن يعني ما يلو آسف يعني طيب الازينوفيليا هايقولك ايه النوع بتاع الفاسكوليتس اللي بيعمل لك ايه يعمل لك ازينوفيليا هتقوله الاسمول بيسل ديزيز تمشي معاه واحدة واحدة نروح لصفحة تاني يبقى الفاسكوليتس بتعمل ازينوفيليا هتقوله الاسمول بيسل اسمول بيسل فاسكوليتس هقولك ايه ايه الاسمول بيسل فاسكوليتس تقوله بنقسمها ان كا بوسيطيف و既ة نيجاتيف طيب ايه من هم بيعمل بسكوليتس هتقوله بيعمل ازينوفيليا الان كا تا بوسيطيف هايقولك ايه الانكا بصطف هتقولي الشيرجي ستراوس الفاجنر المايكروسكوبيك بوليانجايتس الانكا بصطف الفاجنر ده سي انك الشيرجي ستراوس والمايكروسكوبيك بوليانجايتس بي انك طيب انهي واحد فيه بمعهد ازينوفيديا شيرجي ستراوس شيرجي ستراوس نفتكارها بدأ بالسي بياخد البي شيرجي ستراوس بدأ بالسي مايبقاش سي انكا يبقى بي انكا طيب شيرجي ستراوس ده اللي بمعهد ازينوفيديا بيبقى اعيان عنده برونكا الازمة وان كنترول ومعهه سكين راش بيسحب بسي بي سي ويقولك فيه بريفرال بلود ازينوفيديا تيجي تبص على عيان تلاقي معه سكين راش ريب اي اه بريفرال نيروفيسي او 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 الريديان نيرب او الكمانتر ريديان نيرب اللي بيبقى معه هاند دروب يعني فيه بريفرال او نيرواجيك على طول افكر سيستيميك ديزيز ميلي الوفرلاب دايما ما بين الريماتروجيك الديزيز والريماتروجيك الديزيز الحاجات اللي فيها الابنورمال سيلز والبريفرال بلود ايه هو الشيرجي ستراوس تقوله ده عيان عنده برونكا الازمة ان كنترول بريفرال بلود ازموبيل زي الريد اي زي الاسكين راش زي الني بسحب الانكا البي او السي الا العيان في انكا تمام طيب المالجنسي ده المهم او يعني ايه ما ينفعش ننسي هتلاقي اسباب كتير من الكولوجين افتكر الفسكوليتس هونس الباك تمام المالجنسي الهودجيكن ديزيز احنا قلنا من شوية الهودجيكن فيه ايه فيه لمفوبينيا وإزينوفيليا احنا قلنا الهودجيكن من شوية وانوفزاكوزوس اف لمفوبينيا هودجيكن وانوفزاكوزوس اف لمفوبينيا تمام نمرة اتنين الهودجيكن وانوفزاكوز اف إزينوفيليا وانوفزاكوزوس اف ايه إزينوفيليا نمرة اتنين الميلو بروليفراتف نيو بلازي زي السي ام ايل دايما هتلاقي فيها في إزينوفيليا بيزوفيليا نيتروفيليا نمرة ثلاثة كرانيك إزينوفيليك لوكيميا كرانيك إزينوفيليك لوكيميا الأكيوت إزينوفيليك لوكيميا بس قولها نمرة اربعة أكيوت إزينوفيليك لوكيميا نقول تاني المالignant causes of xenophilia المالignant causes of xenophilia المرة واحد Hodgkin disease المرة اثنين Myeloproliferative Neuclasm especially SML المرة ثلاثة Chronic xenophilic Leukemia المرة اربعة وده very rare ان احنا نشوف acute xenophilic leukemia ودي هنقولها في الايه هنقول xenophilic والأكيد xenophilic في الميلو محطها ك ماشي طيب نرجع تاني xenophilia infection inflammation malignancy الاثرس تعالي نقول الاثر للايه للا للزينوفيلية احنا قلنا هناك الاستيرويد كدراج هنا هنقول drug reaction hyper sensitivity reaction للدراج يعمل لي ايه يعمل لي زينوفيلية نمر اثنين skin disease ايه الكمان skin disease نمر واحد السورايسز نمر اثنين الاتوبيك درموطايتس دي الكمان skin diseases اللي بيبقى معاهم xenophilia نمر ثلاثة الارتكاري سورايسز اتوبيك درموطايتس دي هو الايه الارتكاري تمام طيب اخر حاجة الفلموناري سندروم يعني حاجة ملاقاش علاقة قوي بالهيمتروجي الا حاجة واحدة بس في الفلموناري سندروم دي هنقولها برضو هنندي عليها هنت كده في دي حاجة اسمها ازينوفيليك نيمونيا ازينوفيليك نيمونيا بقى الحاجات اللي بقى فيها الافكشن للنج الازينوفيليك نيمونيا نمر اتنين اللوفلر اللوفلر سندروم دهو دهو او في العينين اللي عندهم لو حبيت تحط مع ما فيش مشكلة اهان احنا بنقيه بنحطها تحت عنوان عشان بيبقى مع هقول كلمة كده دي بعيدة عن الموضوع بس ايه؟ في حاجة اسمها لوف جرين لوف جرين ديزيز واللوفلر سندروم لوفلر سندروم ده اللي احنا لسه قيلين دلوقتي لوف جرين ديزيز ده يعني تجميع العين بيبقى عنده جاي بس بتعمل ما فيش اي اللي العين عنده اه سم مائل شست سيمتوم وز او سكين سكين راشة العين ده بيبقى بيخف الوحده او مع غير العين اللي عنده بتاع بيبقى عايز ايه؟ ممكن لو الاستيرويد ما تحسن ما افرق ده ده اللوف جرين اكيو ساركيويدوزيز اللوفلر سندروم ده العين بيبقى عنده وز لانج افكشن بيبقى عنده بريفر 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 ايه؟ طيب يبقى دي ايه؟ ايه؟ ما ننساش الماليج نتكوز ايه؟ ايه؟ ما يلو ماليج الفسكوليتس السيستيميك لوب بس ممكن يجي معاها زموفيلة بس اول ما الاقي عيان عنده سيستيميك مانفستيشن وانا شكت الفسكوليتس وليت معاها بريفر بلاد زموفيلية I must exclude vasculitis especially Shergistrauss Shergistrauss disease or Shergistrauss syndrome طيب ندخل بقى بالكوز of lymphocytosis نفس الان lymphocytosis lymphocytosis نفس العناوين بتاعتنا infection inflammation malignancy other يعني lymphocytosis في other يعني ما فيهاش ما فيهاش كلام تقريبا l-infection في lymphocytosis viral l-acute viral infection نمرة اتنين ودي مهمة جدا chronic infections غير ال-viral chronic bacterial غير ال-viral chronic bacterial infection يعني resolved bacterial infection ممكن تلاقي معها ايه increase في preferred blood lymphocytosis ال-viral infection ال- كل ال-viral infection تديك ال-ايه تديك lymphocytosis طيب في bacterial infection تعملك lymphocytosis ايوه chronic bacterial infection تعملك lymphocytosis دايما لما تفكر في tv حط معها differential diagnosis brucillosis ان ال-presentation بيبقوا زي بعض يعني لو لو تفكروا احنا بنشرح بتاع l-hematological disease واحنا بتكلم على المالجمنت المالجمنت symptoms او اللي هي night sweat و night fever واللوس فويت واللوس ابيطايت احنا قلنا لها اسم تاني الكاشيكسيا syndrome قلنا ال-differential diagnosis بداعها ال-hematological malignments especially lymphoproliferative disorder نمر اتنين التي بي نمر اتلاته البروس اللوز لا ده التي بي ممكن يجيلك بback pain اللي هو ال-pots disease البروس اللوز تيجي back pain this inflammation في ال- intervertebral disc without destruction تمام فده لما بنفكر في TB بنفكر في brucillus بنفكر في brucillus بنفكر في البريفرال البلد بتاعهم الاتنين lymphocytosis طيب ال-infectious causes of lymphocytosis ال-viral chronic bacterial or resolving bacterial infection نمر التلاته التي بي نمر با brucillus طيب ال-inflammatory ال-inflammatory احنا قلنا في lymphopenia system clubus تمام وقلنا في ال-neitrophilia system clubus مش وقلنا في ال- basculitis طيب هنا بقى معلش ال-inflammatory هو autoimmune disease ايوة بس هاشيموتو thyroiditis هاشيموتو thyroiditis دي مهمة جدا يعني مش مهمة مهمة كdifferential diagnosis هاشيموتو thyroiditis هاشيموتو thyroiditis دي من common inflammatory causes of lymphocytosis lymphoproliferative disorder معدل hodgkin malignancy 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 lymphoproliferative disorder malignancy lymphoproliferative disorder accept l-hodgkin disease ليه ان l-hodgkin disease بيعمل ليه lymphopine يعني حقول l-acute lymphoplastic leukemia يعني فيش مشكلة chronic lymphocytic leukemia non-hodgkin disease ال-hary cells يبقى فيها atopical lymphocytes spiky cells او hairy cells بمعبودة في abnormal أو triphal blood بعبارة عن ايه abnormal lymphocytes يبقى كل lymphoproliferative ما عادة l-hodgkin بيعمل ليه بيعمل l-hodgkin disease بيعمل ليه lymphopenia يبقى l-hodgkin بيعمل lymphopenia وبيعمل ezenophilia l-hodgkin يعمل lymphopenia بيعمل ليه ezenophilia طيب بعد كده نقول l-causes of monocytosis نفس الكلام infectious inflammation malignancy l-hodgkin l-hodgkin l-viral infection ممكن تعمل لي monocytosis especially cytomegalo والابشتاين بور طيب نمرة واحدة هي قريبة من l-a من l-cosis تعت l-a lymphocytosis نمرة اثنين البكتيريال especially the chronic infection chronic bacterial infection chronic bacterial infection زي typhoid يمكن يعمل monocytosis تمام يجي في المرتبة التانية في monocytosis ال-tb والبروسيلا ممكن يعمل lymphocytosis monocytosis اخر حاجة chronic او sub-acute bacterial endocarditis بس ده uncommon typhoid على راس القيمة في chronic bacterial infection ك monocytosis نمرة اثنين tb والبروسيلا lymphocytosis وسكن دي يعمل ايه monocytosis نمرة تلاتة the very uncommon bacterial endocarditis ال-inflammation قلنا ايه ال-collagen disease specially collagen disease specially rheumatoid arthritis نمرة اثنين temporal arthritis يبقى الرومatoid ما جبناش سيرتو في اي حتة غير هنا تمام هنجيب سيرتو في الايه في neutropenia هنجيب سيرتو في neutropenia في filty syndrome يبقى قلناه في monocytosis ومزودنا هنا الايه vasculitis بس the large vasculitis اسمه temporal arteritis temporal arteritis المalignant causes malignant causes of monocytosis اول ما يقول لك malignant causes of monocytosis نمرة واحد lml lml m4 m5 بيبقى اللي فيها الايه المونوسيتك والميلومونوسيتك بيبقى معاهم monocytosis monocytosis نمرة واحد نمرة اثنين chronic myelomonic monocytosis leukemia cmml 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 دي كانت بتتحط في الاول زمان يعني كان بيقولوا عليها جزء من myeloproliferative neoplasm بعدين في النص قالك دي myeloproliferative neoplasm overlaping مع myelodysplasia بعدين دلوقتي قالك ده جزء من myelodysplasia يبقى chronic myelomonosetic leukemia نمرة ثلاثة lmphopenia monocytosis اللي هو الايه ازينوفيلي hodgkin disease فيها monocytosis lymphopenia ايه ازينوفيلي يبقى القوز of monocytosis مليون القوز of monocytosis الأكوز myeloid leukemia M4 M5 myelomonosetic and monocytic نمرة ثلاثة النين chronic myelomonosetic chronic myelomonosetic leukemia والhodgkin disease chronic myelomonosetic زمان كانت جزء من myeloproliferative disorder بعد كده نزلت قال لك ده overlap ما بين myeloproliferative disorder والmyelodysplasia دلوقتي بقت جزء من MDS أو myelodysplasia تمام the causes of monocytosis آخر حاجة causes احنا قلنا neutrophilia هنقول neutrophilia of neutropenia نفس التأسيم إما infectious infectious disease أو inflammation أو malignancy أو others هنا ما بين مين اللي droops infection inflammation inflammation malignancy الانفكشن اللي تعملك نيوتروبينيا السيفير فييرالإمكشن موستفير الانفكشن تعمل ليتروبينيا speshily الهي في الانفلونزا فيروس Most viral infection تعمل لنا Neutropenia Special HIV والإنفلوانزا Infection تمام نمرة 2 ده سؤال بتسئل إيه البكتيريال Infection بتعملك Neutropenia Bacterial Typhoid وال Miliary TB Typhoid The most common Bacterial causes بتعمل لإيه Neutropenia Typhoid وال Miliary Miliary TB يبقى ده Infection Neutropenia Infectious causes Viral Special HIV والإنفلوانزا فيروس من اتنين البكتيريا Typhoid وال Miliary Miliary TB طيب الإنفلاميشن هنا ما ينفعش نأجل الروماتويد Arthritis بين قوصين الفلتي أي collagen تاني systemic lupus شغال إنما ما ينفعش أنسى الروماتويد Arthritis as a part of filthy filthy syndrom filthy syndrom تمام إمرأة ثلاثة المالجنسي كل ال advanced malignancy advanced malignancy بتعمل لي Neutropenia في الأول المالجنسي بيعمل لي Neutrophilia في الأول المالجنسي يعمل لي Neutrophilia سبل إيه Leuco Erythroplastic Reaction بعد ما يحصل advanced malignancy يعمل infiltration البون مارو أو Leucotriene Mediated Effect البون مارو Suppression بيعمل لي إيه بيعمل لي Neutrophilia طيب آخر حاجة مهمة في Neutrophilia drugs drugs فاكرين drugs لما قلنا drugs causing bone marrow failure هي نفس الإيه نفس antibiotics antibiotic especially anti-inflammatory non-steroidal anti-psychatic anti-depressant anti-epileptic anti-diabetic anti-thyroid and cytotoxic and anti-poly drugs causing bone marrow failure syndrome تمام لأنها الإيه مرى الفيت antibiotic anti-inflammatory anti-depressant anti-psychotic antithyroid antidiabetic اللي هي sulfa-containing drugs cytotoxic radiotherapy كل دي الايه الدراجز اللي بتعمل او الأسالكوزوس طيب دلوقتي هندخل علي عنوان مهم جدا لما يجي لنا سؤال في الهيمتولوجيك المالجنانسي لازم يتكتب في التريتمنت طيب ونحن نتكلم عن التريتمنت هقولك في التريتمنت جيناللاينز of management. لازم تتكتب في اي جالي acute myeloid leukemia. جالي acute lymphoblastic leukemia. management. جالي Hodgkin. جالي non Hodgkin. جالي malcron myeloma. جالي اي hematological malignancy. لازم في الاول حكتب general lines of management of hematological malignancy. نمر اتنين specific according to the type of malignancy. لو الكيمotherapy mechanism of action side effect. تمام? انما في الاول لازم اكتب general lines of management. في احنا الكلمتين اللي حنقولهم دلوقتي. مش هنكررهم تاني لانا لما يجي ناخد treatment هقولك نمر واحد general lines of treatment او general lines of management اللي احنا قولناها قبل كده. زي ما قولنا في clinical picture of anemia general manifestation of anemia. قولناها قبل كده. نمر اتنين specific according according to the course. طيب. ايه هي الجنرال lines of management of hematological disease? نمر واحد. الكلام ده يتكتب بالنص يجد العيان عشان ده. يعني لو جيت في treatment of acute myeloid leukemia. وكتبت بس بس العيان بياخد مسلا كيموتيرابي تلاتة سبعة ادريا وقراصي او. وقلت بيكانيزم في اكشن كلمتين عن كلمة عن كلمة كلمة عصة قوة. وقلت side effect. ما بناخدش النمر كلها. لازم نكتب. اكدنك بالزبط بتتعامل مع العيان clinical. نمر واحد insert central venus catheter. نحقول لعنوين كلها وبعد كده بنرجع نتكلم على عنوان عنوان. نمر اتنين product support. نمر ثلاثة. الانتيبيوتكس. او قبل الانتيبيوتكس في الانتياماتيك. نمر اربعة. اللوة ايص أنتيبيوتكد على نقول Encreases and treatment of infection وفيلاكسز and treatment of infection طيب نمرة خامسة هنقول حاجات بقى ايه ده حاجات مهمة ده حاجات مهمة اخر عنوان مهم المعظم عينين treatment of tumor lysis syndrome او precautions with tumor lysis syndrome طيب ده ما ينفعش ننساهم ده مهمين جدا insert central line blood product support anti-immetic and infections بكتيري ال viral وال prophylaxis against tumor lysis syndrome نمرة ستة nutritional support دولوا نقولوا معنى وين نمرة سبعة psychological support نمرة تمانية reproduction production نمرة تسعة بالنسبة لل عشان لايه الثروموسيتبينيا ممكن دخله في بجانا تمام اللي هو بيتاخد في pre-miniposal عنوان عندنا كده تسعة تسعة عنوان مهمين جدا بيتكتبوا تحت عنوان general lines of management العيان اللي عنده بيتكتبوا تسعة الأممتلوجيكا insert center line blood product support الانتي اممتك an infection prophylaxis and treatment prophylaxis against أو preventive measures against tumor lysis بعد كده نقول nutritional support psychological support maintenance of reproduction أو اللي هو prevention of infertility يعني آخر حاجة في pre-miniposal female مندي الهرمون الهرمون الcontraception أو الprogesterone عشان نمنع المنورجي طيب نمر واحد insert central line مميزات central line نمر واحد good for intensive chemotherapy ماينفعش preferal line في العينين دور وإلي هيتخرب في stromboflipitis نمر اثنين central line حيريحنا في sampling اول حاجة ايه حاليك معلش شواني central line central line good for intensive treatment chemotherapeutic chemotherapeutic اللي ما بنديه في preferal blood بيبقى في high risk of stromboflipitis إنما central line لا دخلت 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 في في خلاص يعني تمام في internal jugular أو subclavian أو ايا كان فانت داخل على او حتى ركبت فورتا كاس فانت دخلت ايه داخل على بيحصل stromboflipitis نمر واحد نمر اثنين sampling بتاخد منه ال بدل ما تقعد تشكشك العيان كل شوية والعيان طيب بقى نمر واحد intensive chemotherapeutic treatment تمام preventing agenus peripheral venus thromboflipitis نمر اثنين sampling of the blood بعينين دول بتحت تاخد لهم blood sample كتير سبع بتشوف cbc daily cbc electrolytes and kidney function تمام نمر ثلاثة central line بتنقل فيه blood transfusion بتنقل فيه الايه ال parentral nutrition لو العيان يعني العينين دول ينجي في وقت من الاوقات انت بالفعل عايز تزود parentral nutrition بسبب اللي بيتخل فيه العيان مش قادر ياكل ولا يشرب بتحطه على الطائق ازاي يعني مثلا بجزء من parentral nutrition intralipid انت بتدي العيان formulating ده ما ينفعش يتاخد في تدي للعيان الحاجة اسمها الان انت بتاعتهم البانامين جي او البانامين اس جي في نوعين من البانامين بانامين جي ده الاوزمولارتي بتاعته اقل من خمسمائة ميلي اوزمول انما البانامين اكتر من ميلي اوزمول حدي اي حاجة ده اوزمولارتي بتاعتها عالية اكتر من خمسمائة بتعمل thing نعم بانامين جي ده ممكن يتخذ في. انما اللي هو بتاعته اكتر من خمسمية ماينفعش اتخذ واللي هيعمل سيفير جميل? يبقى دي فوايد بتدي فيه تعمل فريكنت بلوت سامبلينج فور بلوت ترانس فيوجن. ده نمرة واحدة. نمرة اتنين بلوت بروتكت سابورت. طيب. البلوت بروتكت سابورت انا عندي اما هيموجلوب واما بليتلت اما فريش فروزين بلازمة او البديل بتاع الكرايو. الكرايو. الام بتاعي في الهيموجلوب انيبقى اكتر من ثمانية جرام. ام بتاعي في البليتلت انيبقى اكتر من عشرين. عشر او ستسعة بلليتر. فريش فروزين بلازمة عشان ايه المشاكل بتاعت كواجلاشن. في عيانين بيدخلوا في دي اي سي. لأ في عيانين بيبقى تبريزنتيشن بتاعهم باي دي اي سي. زي عيان الاكيوت ميلوين لوكيميا اي سي. فالعيانين دول من اليوم الاول مع تريتمنت بياخد فيش فروزين بلازمة. بيبقى بالايد بالبون مروفيلير سندوق. طيب. تعالوا ما ينفعش اقول كده بس. انا ازود عالكلام كلمتين فيهم ايه شوية تحبيش كده. زي بريكوشنز مع البلود ترانسفيوشن. نمرة واحد افويت large volume ترانسفيوشن. نمرة اتنين لازم تعمل irradiation للبلود برودكت اللي نقصد بيها دي عبارة عن سيلز. والسيلز بيستخبى فيها الفايرل الفايرل فيروس. فانت الايم بتاع irradiation ان انت توكل الفايرل الفايرل فيروس. ده نمرة واحد نمرة اتنين ان احنا لان السيتوميجال الفايرل تتخبى جوه. ايه جوه? الويت بلود عليها method of leucodepletion. كل ما نقلل الويت بلود سيل كنتنت. سبيشيلي. الليمفوسايت. ان الليمفوسايت بتبقى فيها الفايرل انفكشنز بتريزايد انسايد للمفوسايت. الليمفوسايت باكيلة باكيلة الليمفوسايت سيبقى باكيلة الليمفوسايت سيبقى باكيلة الليمفوسايت نمرة واحد. نمرة اتنين. الليمفوسايت تلعب دور في الجرافت versus host disease. في الجرافت او في الريجيكشن. الجرافت versus host disease. الجرافت versus host disease ان انت اديت للمفوسايت في البلود برودكت دخلت على الايه على الهوست اللي هو الاميون compromised patient عملت فيه ايه؟ ريكشن في الليفر اديتني باكيتس. ريكشن في السكين. ريكشن في الجي اي تي. ريكشن في الاي. تديني اني فورم او اكيوت او كرونيك جرافت versus host disease. يبدأت بريكوش. الرادياشن. او بلود برودكت. البلود برودكت اللي هي فيها سيلز. انما البلازما او الكرايو ده عبارة عن ايه? ما فيهاش سيلز. تمام? ده 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 اميون وفاكتورز. انما ما فيهاش ايه? ما فيهاش سيلز. انما ايوة. فيها بس 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 فيه اوقات بيبقى فيها ايه? دي مست بي. وبما فيها الايه? ما فيها نمرة واحد. ده دي بدأنا بيها اللي هي الرادياشن نمرة اتنين نمرة واحد عشان ما تعملش في عيان باخد ممكن تعمل فانت بتزود على العيان ايه? على العيان لود. فاحنا دايما ان احنا ندي العيان في الاربع عشرين ساعة ما نحاولش نزيد عن ايه? عن تلاتة عشان معينين معينين معظمهم فوق الخمسين. عين معظمهم عين ال ال معظمهم عيان ال ايه دا دايما فيه فانت ما تجيش كمان تزود عليك فايدخل منك فايدخل منك فايدخل منك فدايما لو اه في العينين الايه اللي حبينا ندي او وصلنا للتلاتة نمرة واحد بندي عشرين ملي جرام فرزيميد بي بي فور او اه دوريغ الترانسفيوجن نمرة اتنين بندي سلوو ترانسفيوجن. سلو ترانسفيوجن. سلو ترانسفيوجن. ويس كود كلينيكال مونيتورين. يبقى دا البلد بروتكت. ترانسفيوجن. البلد بروتكت ترصبورت لو الهموغلوبين ليفل تمانية. فلات اعلى من تمانية. فلات اعلى من هشرين. فلات شفروزيم لازما وكراوبرستفتيت. الكواجوليشن. اعلى الكواجوليوبيسي. دا الكواجوليوبيسي دا ممكن يحصل بسبب الانفكشن وبيحصل مع الامر المستخدميذ بي اي سي. نمرة واحد نمرة اثنين بسبب السايد افاكت من الكيميو سلابيوتك ايجان. نمرة اثنين نمرة ثلاثة كبريزينتاشن للملجنانسي اسبيشالي الاخيوت ميولويد لوكيميا او البرو اه اللي هيا الابي ال او البرو ميولوثاتك لوكيميا. دي بيبقى فيها البروهاد دي مليانة once بحصلها ربشر بتدخل العين في A في DIC. بيبقى البريزنتيشن بتاع العين اصلا DIC. طيب. Precautions, avoid large volume. والA هو الانتي امتك. نمر اثنين الانتي امتك. او نمر اثلاثة قاسف الانتي امتك. دايما بناخد الA centrally acting anti-ammatic. او اللي هو الA undancy tone. اللي هو زفرون. طيب. اللي بنقول عليه. اللي هو ال serotonin receptor antagonist اللي هو ال 5HT3. serotonin receptor antagonist. احنا عندنا نوعين ده اللي احنا مستخدمهم. اللي هو ال الاندان سترون اللي هو اسمه زفرون. الاندان سترون. او الزفرون. او ايه? الاندان سترون. ده اسمه الجراني سترون. او الجراني سترون. او الجراني سترون. الاندان سترون ده الزفرون. طيب. الـ effect of serotonin receptor antagonist بيبقى انكريزد باي ادنج ديكساميسازون. مع العينين البيفور كيمو سيرابي. بنكتب كده. انتي امتك. اللي هو الزفرون. 8 ميلي جرام. اي في. ويز بيكساميسازون. 8 ميلي جرام. ماشي? الزفرون. بندي الزفرون. او الجراني سترون. واحد او 3 ميلي جرام. الجراني سترون. واحد او 3 ميلي جرام. الزفرون فيه 8 وفيه ارضوان. تمام? بنعمل ويده سترون اليدثىarle. نف yep. بال rev骸 ايد الص 20 Scriptures. إي ها الزفرون ينادس سترون دون الجراني سترون ولي قطة طيب الانتي امتك ماشي زي الانتي امتك نكتبها كده زي الانتي امتك زي الانتي امتك او دومكريدون بس يبتبقى ممكن البينزو ممكن تهلب بس برضو ايه هو الافكت موسلي او الهيلي افكتف مبين الاندانسترون او الجرانسترون اللي هي السيروتون الريسيبتور انتاجونس مع الايه مع الديكسا ديكسا مثلا يبقى ده العنوان التالت الانتي امتك العنوان الرابع طبعا ده مهم جدا واحنا بعد ما نخلص الماليجنانسي وسط الماليجنانسي في التريتمينت هنعيد ونزيد في النيوتروبينيك في ذلك ده سؤال مهم بعد ما نخلص الماليجنانسي هيبقى فيه يوم لوحده للابروتش تو بايشن وزنيوتروبينيك فيفر ابروتش تو بايشن وزنيوتروبينيك فيفر اني ده سؤال بييجي بييجي سؤال في الكلانيكال والشافاوي ومشورة اسي وكل حاجة طيب تعالوا نبدأ بالايه بالبكتيريا طب العينين دول وبيبقى العيان الصبحة كويس اخر النار يدخل منك عيان ما عندوش اصلا ما عندوش العيان فيدخل مننا في عشان كده العينين دول لازم يبقى بتاع جاهز على طول في نمرة واحد البكتيريا طيب البكتيريا الانفكشن الكمن ارغانيزم اما الصوت فصل حدا اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى